لا زالت قضية سرقة معدات مصفى بيجي تمثل أهمية للعراقيين لما يحمله المصفى من منشآت اقتصادية مهمة على صعيد النفط والكهرباء والصناعة وربما يكون مستقبلا هدفا استراتيجيا للعراق وفق تعبير العديد من الاقتصاديين آخر الأخبار بشأن إرجاع المعدات المسروقة كانت حين وردت معلومات لشرطة كاركوك حول وجود معدات ومودة عملاقة تقول المعلومات الأولية إنها تعود لمصفى بيجي وفعلا وبعد جولة أجرتها القيادات الأمنية في المحافظة تم إعادة مولدات عملاقة عددها 14 ومعدات تصفية النفط الخام فيما أشارت شرطة كاركوك إلى أن المعدات سرقت من المصفى في عام 2019 وهو ما يشير إلى استمرار سرقة معدات المصفى لأكثر من ثلاث سنوات رغم وجود القوات الأمنية في القضاء منذ عام 2015 قضية سرقة معدات مصفى بيجي عادت إلى الواجهة بإعلان رئيس الحكومة محمد شاع السوداني استعادة جزء من المكائن والمضخات التي نهبت بعد عمليات تحرير البلدة في عام 2015 بعد سنوات من الصمت الرسمي والإنكاري لكل ما له علاقة بالسرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر